موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى المشاهدية وفي مشاهدها توقيف الغنوش بين جدل الداخل وتدخل الخارج إلى أي مشهد سياسي تتجه تونس في المدى المنظور ارتفاع وطيرة لمحادثات حول الاستحقاق الرئاسي في لبنان متى تنعكس الأجواء الإقليمية الإيجابية توافقا لبنانيا الدراما السورية الرمضانية محتوى جديد وآخر مكرر هل تتلاشى البيئة الشمية درامية لصالح التاريخ السياسي المبهر بصريا الفجل ليس لذيذا فقط فوائد صحية كبيرة من الجذور إلى الأوراق موسيقى مشهد لن يكون ما بعده كما كان ما قبله تطور كبير يضاف إلى تعقيدات الأزمة الداخلية في تونس مع توقيف زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الأخير بدأ وكأنه كان يتوقع الأمر فسجل تصريحات لاستخدامها في هذه اللحظة نحن أيها السادة والسيدات الأخوة والأخوات زاء حلقة أخرى من حلقات الاستدافع السياسي بوسائل قضائية نحن معنا مشكلة مع القضاء ولكن معنا مشكلة مع الدكتاتورية المعركة في البلاد هي معركة بين الديمقراطية وبينها الدكتاتورية التي تريد أن تصادر مكاسب ثورتنا المباركة مسار قضائي وملفات خطرة كالتآمر على أمن الدولة هكذا يقول خصوم الغنوشي تسييس ومحاولات لاجتثاث المعارضة هكذا يقول معارض الرئيس قيس سعيد إذن مشهد متوتر سياسيا لكنه بارد في الشوارع حتى اليوم في إشارة ربما تعكس امطعاضا شعبيا من المسارات التي اتخذها الصراع السياسي الخارج لم يغلب نفسه بالصمت فكان أن أدل كل بدلوه الخارجية الأمريكية رأت اعتقال الغنوشي متعارضا مع الدستور والحريات السياسية محاولات الرئيس التركي للتواصل مع السلطات التونسية باءت بالفشل فما كان إلا أن تحدث على نحو غير مباشر مع نظيره الجزائري عن اعتقال الغنوشي الخارجية التونسية رفضت أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد يتعقد المشهد أكثر داخليا ويتمادى خارجيا في سياق لا يبدو أنه قابل للحل بالأدوات السياسية العادية ومن هنا ربما منبع القلق أمام هذه المشهدية نحن اليوم سنطرح سؤالين رئيسيين أولا ما لانعكسات السياسية المتوقعة لأتقال الغنوشي وثانيا مع مرور الوقت هل سيبقى ممكن الفصل بين الجدل الداخلي الحاد والتدخل الخارجي الواضح في شؤون تونس نجيب عن هذين السؤالين وغيرهما من الأسئلة مع ضيفتنا من تونس سيدة أسيا عطروس رئيس التحرير قسم الشؤون الدولية في جريدة الصباح التونسية سيدة أسيا أهلا بك معنا في المشهدية هل كان كلام السيد راشد الغنوشي منذ أيام عن وجود إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس وأن تونس من دون أي مكون من المكونات دون إسلام سياسي دون يسار هو مشروع حرب أهلية هل كان كل هذا الكلام يستدعي صدور مذكرة إداع بالسجن ضده النهضة قالت أنه ليس هناك أي تحريض والاتهام تعمد اجتزاء المداخلة لتبرير الإقاف مساء الخير أولا شكرا على هذه الدعوة وأود أن أبدأ بتوجيه تحياتي لكل المستمعات والمستمعين الكرام على أن تكون الساعات القادمة محملة بعيد الفطر والسلام والأمان لكل العالم ولكل المسلمين حيثما يكونون بالتأكيد القضية شائكة ومعقدة ولا يمكن أن ننظر إليها من زاوية واحدة ومخرجاتها سيكون لها انعكاسات في تونس وعلى المشهد السياسي بالتأكيد لن نحاول ولا يمكن أن نستبقى الأحداث كل ما مهم وردت في تقديلكم أن الشارع بارد وهو كذلك الشارع بارد إزاء هذه القضية الساخنة سياسيا وهي قضية احتقال رشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الذي كان رئيس البرلمان المنحل والشارع بارد ربما لأنه متطلبات المرحلة والعيد والأسعار الباهظة وكل الضغوط التي يعيش على وقه التونسي في مناخ معقد كيفما قلبناه أيضا نحن نعيش على تقريب شح في المعلومات إذ أن أغلب ما يأتينا من معلومات هو من فريق الدفاع باعتبار أنه صدرت بطاقة إداع هذا الصباح في حق زعيم حركة النهضة وفي حق أيضا قيادين من الحركة بعد ساعات طويلة من التحقيق من ليلة البارحة إلى حدود هذا الصباح وبالاعتماد تقريبا على ما صدر عن زعيم حركة النهضة خلال المسامرة الرمضانية من تصريحات بأن تونس بدون الإسلام السياسي بدون اليسار يتعني الحرب الأهلية وبأن كل الإنقلابات تواجهوا بالحجارة وأن الإنقلابات أكبر المنكرات وهناك من يرى في أن هذه تصريحة الدعوة صريحة للشارع للإقتتال وهناك من يعتبر أنها مجرد تعبير عن الرأي في وضع محساس جدا في البيئة عفوا سيدة أسي هل تعتقدين أن الأمر كذلك يعني معارض الرئيس قيس سعيد ولكل قرارات طبعا اعتبروا أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي راشد الغنوشي عفوا مارس حقه في التعبير عن رأيه في إطار القانون والدستور التونسي يضمن حرية الرأي والتعبير ماذا تقولين حضرتك في هذا الإطار هي المسألة ليست مسألة قناعات شخصية نحن طبعا حريد الرأي والتعبير هذه مسألة حاربنا عليها في تونس بعد 2012 وهي لا تنازل عنها ولا تقبل ابتزازات ولكن الحقيقة أحنا لا نعرف الملفات الحقيقية كل ما نعرفه أنه تمت هذه عملية الاعتقال والتحقيقات ولا أعتقد أنه يمكن أن توجه أن يتم الإيقاف على زمة التحقيقات أو لمجرد التصريحات وربما أقول أن هناك ملفات أخرى سيتعين على السلطات القضائية وسلطات المعنية الكشف عليها حتى لا تكون هذا الجدل القائم ونحن بالتالي الأصل في الأشياء أنه ليس هناك أحد فوق القانون وأن القضاء والمساءلة والمحاسبة هي للجميع بقطع النظر يعني أن يكون سياسي أو مسؤول أو صحفي أو غيره ولكن في المقابل لابد أيضا من توفر كل الضمانات المفترطة وفق الاتفاقيات التي وقعتها تونس مع الاتفاق الدولية ووفق أيضا القوانين التونسية أن تضمن لأي مشتبابي أو أي متهم أنه محاكمة عادلة أنه حقه في الدفاع أنه حقه في المعاملة بكرامة هذه أمور مفروغ منها المسألة لا تتعلق لا بالتشفي ولا بالشماتة ولا بإصلاحات ولا بحسابات سياسية بأي نوع كانها سواء تعلق الأمر بزعيم حركة النهضة أو بغيره يعني لا أحد فوق القانون أو المساءلة هذا هو الأصل في الأشياء اليوم هناك واقع آخر ربما كان كثيرون يعتقدون أنه زعيم حركة النهضة لخط أحمر ولا يمكن أن يتم إيقافه خاصة وأنه دعيا في أكثر من مرة إلى التحقيقات وحذر التحقيقات وقدم لا نعلم ما قدم من شهادات ربما أقول ربما أن هناك ملفات جديدة أو مطايا جديدة نعم عذرني على المقاطعة سيدة آسيا طبعا كما تفضلت أن المعلومات شحيحة ومنذ قليل ذكرت نقطة مهمة وأنه ربما هذه التصريحات الأخيرة لسيد الغنوشي لم تكن السبب المباشر لإيقافه لكن لو لم يدل بهذه التصريحات سيد الغنوشي منذ أيام هل كانت لجأة السلطات التونسية إلى إيقافه برأيك أعتقد أنه نحن لم نخرج من إطار التخمينات والتأويلات هناك الكثير من القراءات لأنه اليوم الأمر يتعاطع ليس مع شخصية عادية هذا زعيم أكبر حزب في البلاد تولى رئاسة البرلمان تولى رئاسة الترويكا التي حكمت تولى عشر سنوات وكانت تقريبا الحاكم الفاتق الناطق كما يقولوا بالتونسي في المشهد التونسي وشريحة كبيرة من التونسيين هناك تحملها مسئولية التدهور الاقتصادي الحاصل المسئولية الاختراقات مسئولية الملفات للإرهاب مسئولية التمويلات يعني كل هذه الملفات عالقة ولم يقع فتحها إلا مؤخرا وهناك من يعتبر أن القيس سعيد يحسب له أنه غامر وتخطى كل خطوط الحمراء بفتح هذه الملفات حتى الآن نحن لسنا أمام ملفات مكتملة لا نرى حتى بالنسبة لمن سابقوا في الاعتقال هناك تقريب عدة شخصيات بينهم وزراء سابقون بينهم يعني امرأة هي شي معيسة بينهم نشطاء سياسيون بينهم معارضة مضى على اعتقالهم أكثر من شهر يعني ما زالت كل الحقائق يعني تقريبا في علم الغيب نحن لا نعرف الكثير باستثناء ما نسمعه عن فرق الدفاع في هذه الحالة وما نعلمه أن هناك عشرات من المحامين حول الرشد الغنوشي في هذه القضية وربما نقطة أن ربما أيضا لزيارة وزير خارجية السوري وفيس المقداد إلى تونس قد يكون هناك يعني ملفات جديدة متعلقة بالتسفير بعملية الالهاب وعملية بقضايا أخرى دائما في الافتراض يعني كل هذا على أمل أن تقدم لنا سلطات المعنية ما يمكن أن يجعلنا يعني نقم أمام واقع آخر سيدة أسيا اسمحي لنا أن نتوقف مع هذا العرض عن المسار القضائي ومن ثم نتابع الحديث مع حضرتك إذن المسار القضائي هو أحد أبرز أوجه الأزمة الكبيرة في تونس ماذا عن أبرز الملفات القضائية المرتبطة بالأزمة السياسية منذ ما بعد الثورة وحتى اليوم ملف لاغتيالين المنفصلين لشكر بلعيد ومحمد لبراهمي لم يصدر فيه أي حكم حتى اليوم في موازات المتابعة القضائية أمرت وزيرة العدل بتأليف لجنة خاصة بإشراف مباشر منها لمتابعة ملف لبراهمي وبلعيد وعطت الإذن القضائي بتفقد قضائي شامل للملفات المتعلقة بالقضيتين وفي ملف غسل الأموال آخر مصادر كان عن اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب وقضى بتجميد أموال وموارد اقتصادية لـ 42 شخصية كذلك يبرز ملف تسفير المقاتلين إلى سوريا هذا الملف لم يحرك قضائيا حتى اليوم على قاعدة أنه ليس تونسيا فقط وعلى اعتبار أن دولا أخرى شاركت فيه بطرق متعددة لكن في تونس يوجه خصوم حركة النهضة لاتهام إليها بالضلوع في هذا الملف بطرق شتى وهو مثار جدل سياسي كبير الأبرز مشاهدين الكرام هو ملف التآمر على أمن الدولة شخصيات عديدة ومن جهات مختلفة جرى اعتقالها على خلفية هذا الملف من أبرزها نور الدين البحيري من حركة النهضة والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والقياد في جبات الخلاص الوطني رضا بالحاج الغنوشي هو أيضا من المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة كما انتشرت معلومات صحفية عن تورط سفراء دول أجنبية فيه أشملت الاعتقالات سياسيين وصحفيين ورجال أعمال ونقابيين لكن أيضا وعلى أهميته الكبيرة يبدو أن هذا الملف ما زال مثار جدل تونسي كبير بينما يعتبره شأنا قضائيا بحتا وما يعتبره ملفا سياسيا لإنهاء المعارضة للرئيس قيس السعيد نعود إلى ضيفة المشهد الساخن من تونس السيدة أسيا عطروس سيدة أسيا قلت منذ قليل أنه لا أحد فوق القانون والمعلومات ربما شحيحة لكن هل تستبعدين أن تكون الاعتقالات التي حدثت محاولة من الرئيس قيس السعيد للتضييق على المعارضة وهناك جهات تعتبر أن الحملة هذه لها اعتبارات سياسية ما رأيك؟ هو المسألة الحقيقة على درجة من التعقيد وأنه عندما تقول أن هناك مؤامرة تستهدف الدولة فهذه تهمة خطيرة وخطيرة جدا ولهذا نحن نقول أنه سيتعين على السلطات المعنية أن تكشف للرأي العام كل الحقائق حتى تتبين ما هي هذه النوعية هذه المؤامرة وأين بلغت؟ هل هناك تحركات فعلية؟ هل هناك نعرف أن القضاء يتحرك بالقراء والأدلة وليس بالعاطفة وليس بالاتهامات الشفائية أو غير ذلك ولا حتى بالمحاكمات الفيسبوكية التي تشتعل في تونس خلينا نكون صريحين هذه هي النقطة مهمة المهم أيضا أنه عندما نحقق العدالة أن تكون بعيدا عن التشفي بعيدا عن حسابات سياسية بعيدا عن المغالطات بعيدا أيضا على محاولة ركوب على الأحداث هذا هو المطلوب هناك ملف خطير نحن لا أنه ربما تحدث عن ذلك رئيس الدولة قال هناك محاولات لتقسيم البلاد هناك محاولات لجر البلاد إلى العدف وهي اتهامات خطيرة فعلا تذهب من الإعدام إلى عشرات السنوات بالسجن وفي كل حالات لابد من المضوح لابد أن الرأي العام يكون على بين مما يحدث إذا كان هناك إثباتات أو إذا كانت هناك وثائق وثائق ضد أي إن كان فلا أحد كما قلنا فوق المؤسسة مسألة عاد ذلك لا يمكن الأنسياق وراء أن هذه المسألة للتشفي أو لإقصاء خصوم سياسيين من المشهد وغير ذلك هذا لا يمكن أن يكون خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤامرة ضد الدولة هناك اليوم أصوات نسمحها في الداخل والخارج تطالبوا بالوضوح بيان خارجية فرنسا أمريكا طبعا أنصار النهضة وأنصار الغنوشي من الدوحة ومن أنقرة يعني كل هذا ربما ترى السلطة أنه في إطار الضغوط عليها وهي ترفض وهي ترفض طبعا الموقف الرسمي التونسي يرفض كل هذه التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لتونس لكن كل هذه البيانات وهذه المواقف المنددة كانت الأمريكية أو الفرنسية أو التركية وغيرها هل يمكن تجهلها؟ لا هو واضح توجه رئيس خيس سعيد نحن لا نكشفه سر نعرف أنه هو من يتفرد بسلطة لوحدي يعني منذ 25 جوليا هو معنتها اليوم الحاكم بأمري ولكن أعتقد أنه النقطة هذه بالذات هو معنتها واضح عندما يقول أنه سيادة تونس سواء في العلاقات الخارجية سواء فيما يتعلق وحتى بصندوق ندق الدولي وبالقروض وبالهيمنة وبالشروط وبغير ذلك ربما يعتبر أنه فيها محاولة لإخفاء الحقائق أو عدم كشف ما يجب كشفه للرأي العام وبالتالي هناك أيضا ضغوطات داخلية لأنصار سعيد هناك ضغوطات الشارع هناك ضغوطات الرأي العام الذي يتطلع إلى هذه الحقائق وسيكون الكشف عن هذه الحقائق هو صالح لصالح الجميع حتى يتبين للجميع يعني من يقف وراء هذه الاختيالات اختيالات البراهمي وبالعيد اختيالات جنودنا في الجبال ما حدث في بنجردان عمليات التسفير نعنى كل حقيقة مهمة ومطلوبة لتونس في الحاضر وفي المستقبل على الأقل حتى نطوي هذه الصفحة على الأقل حتى نبتجأ إلى مصالحة حقيقية لأن ما حدث يتنزل أيضا في فشحة حقيقية سيدة أسيا وفق أي صيغة في تحقيق هذه المصالحة سيدة أسيا تتحدثين أن تونس بحاجة إلى مصالحة حقيقية لكن وفق أي صيغة في أي إطار في إطار ما يطارده القانون وفي إطار كيف الحقائق وفي إطار أن من يستحق المسائلة المحاسبة حتى نطوي هذه الصفحة وحتى نتطلع إلى ما هو أهم لما البلاد أيضا تسير على خط ساخن من حيث الصعوبات الاقتصادية من حيث شح الموارد من حيث الانهيار من حيث الإفلاس من حيث غياب التمويلات الاستثمارات حتى القروض الخارجية يعني كل تقريبا المنافذ سدد مع ندا وهذا ربما أيضا أحد الجوانب الذي يمكن أن يراهن علي خصوم صعيد مستقبلا وهو الرهان على المشهد الاجتماعي والاقتصادي إذا تفاقمت الأزمة الاقتصادية وفي هذا الإطار ما هي خيارات جبهة الخلاص سيدة آسيا ما هي خيارات جبهة الخلاص لمواجهة ما تقول أنه سعي لاستقصال قوى المعارضة ومنعها من القيام بدورها في تونس وماذا عن السيناريوهات المتوقعة للمرحلة المقبلة هل الضغوط الداخلية وحتى الخارجية يمكن أن تؤدي إلى انفراجة في المشهد السياسي التونسي أم العكس في دقيقة لو سمحتها ولحقيقة السؤال صعب لأن جبهة الخلاص نفسها تحتاج إلى مراجعات كبيرة جبهة الخلاص أيضا تزمي الوجوه التي يحملها التونسي مسؤولية الفشل ومسارية الأزمات المتلاحقة وبالتالي الكل اليوم محتاج إلى مراجعة نفسه أن يتأخر شيئا ما إلى مواقع خلفية أن يترك المجال لأجيال جديدة لرؤى جديدة لنخب أخرى تقدم لتونس البداء لتساعد على الخروج من هذا النفق لأن الأزمة اليوم مستفحلة وهي على كل مستويات يعني ولهذا نقول أن كشف الحقائق سيكون مهم للجميع حتى نتخلص من هذه العقدة وحتى يمكن أن نرى تونس أفضل وحتى أيضا لا تعطي الفرصة لسعيد لأنه يحكم قبضته على كل شيء وعلى أنه يجعل من هذه النقطة بالذات هي مصدر قوته لدى أنصاري ولدى مختلف الجبهات التي تسنده في هذه المسألة شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في المشهدية سيدة أسي عطروس رئيس التحرير قسم الشؤون الدولية في جريدة صباح تونسية كنت معنا من تونس في المشهد السياسي نطل على لبنان فبرغم تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى حدود غير مسبوقة عادت الحرارة لتدبى في خطوط التواصل والمباحثات الداخلية والإقليمية لإنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية المبادرات الدولية والأسيماة الفرنسية عادت لتنشط على هذا الخط عبر اقتراح تسويات تؤدي إلى الاتفاق على اسم الرئيس ورئيس الحكومة وفق ما نشرت اليوم صحف لبنانية وإذا كان من المبكر التفاؤل بإنهاء الأزمة الرئاسية فإن التفاؤل بتأثر لبنان بالإيجابية الإقليمية السائدة منذ أسبوع يبدو مبررا لدى كثيرين نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو الكاتب الصحافي اللبناني سيد رضوان عقيل سيد رضوان أهلا بك معنا في المشهدية وشكرا على حضورك بصد خير تفضل كثيرا الحديث عن أجواء إيجابية في ملف الرئاسة في لبنان خاصة بعد زيارة رئيس سيارة المرادة سليمان فرنجي إلى بكركي مذو أيام ولسيما المواقف التي أطلقها وحديثه عن التسويات في المنطقة وأن اللعبات تغيرت وهذا ما سينعكس على لبنان بحسب آخر المعلومات وبحسب متابعتك طبعا المشهد السياسي اللبناني هل فعلا الأجواء إيجابية؟ صراحة لا نستطيع القول أن الأجواء أصبحت إيجابية مئة في المئة نتيجة حالة التخبط اللبناني وحالة الاستعصاء التي يشهدها أكثر من فريق داخل الخريطة اللبنانية ما أريد أن أقوله في هذا الخصوص أن الزيارة الأخيرة للمرشح أصبح مرشحا رسميا وإن كان لم يعلن عن هذا الأمر إسلاميين فرنجي لكن من خلال زيارته الأخيرتين إلى بكركي وقوله على درجة بكركي عن المشروع الذي يتقدم به عن رؤيته للمشكلات اللبنانية نستطيع القول أن الرجل تلمس إشارات إيجابية من باريس هذه المرة دفعته إلى التوجه إلى رأس الكنيسة المارونية والقول عن ما قاله في هذا الخصوص لكن علينا أن نعترف في لبنان أن هناك انقسامات سياسية موجودة هذا أمر طبيعي لكن حتى هذه الانقسامات للأسف انسحبت على المشهد الإعلامي يعني أكثر من مؤسسة إعلامية على مستوى الصحف على مستوى المحطات المرئية والمواقع الإلكترونية تتعامل مع الموضوع على أساس جبهات أي بمعنى يعني في أحيان كثيرة نقرأ الكثير من المقالات والإعلان عن مواقف سياسية لا تعبر عن حقيقة الموقف الفرنسي أو السعودي أو الإيراني أو الأمريكي أو الجهات المعنية يعني هناك وجهات نظر أكثر من ما هي معلومات حقيقة ما هو الموقف الفرنسي بالحديث الموقف الفرنسي حتى الآن يتمسك بترشيح إسلامان فرنجي يبذل كل جهوده مع الدول المعنية وداخل الأفريقاء في الداخل بغية إيصال الرجل إلى سدة الرئاسة على أساس أنه هو مرشحها وهو الأفضل نستطيع القول أن إسلامان فرنجي هو المرشح المتقدم على الآخرين حتى الأسماء الأخرى التي تعلن في الإعلام ونكتب عنها لا في معطيات إشارات إيجابية تثبت أن هذا المرشح سيواصل معركته إلى النهاية لكن بالنسبة إلى إسلامان فرنجي هو مرشح متقدم على الآخرين يعني بات المرشح الأوفر حظا المرشح الأوفر حظا لكن لا نستطيع القول أن الطريق معبد أمامه رغم كل الإشارات الفرنسية إشارات أكثر من عاصمة تؤيد الرجل حتى الفريق الذي يؤيد الرجل أولا على مستوى السنائي أمل وحزب الله فضلا عن مجموعة من النواب المستقلين مسلمين ومسيحيين يؤيدون وصول الرجل إلى سدة الرئاسة لكن هذا الأمر يبني التعويل عليه بطريقة مبالغة أحيانا في مكان ما هذه الماكنة الإعلامية تضر فرنجي والماكنة الإعلامية المضادة له تتعاطى بطريقة كأنها بحسابات زواريب الداخلية اللبنانية المسألة أكبر منه يجري التعويل على الاتفاق الذي تم بين السعودية وبين إيران أنا بتقديري هناك مبلغات في هذا الأمر من الناحية اللبنانية نحن قد نكون في الدرجة العشرين أو الدرجة الثلاثين من هذا الاتفاق بالنسبة لباقي الملاثات المطروحة بالنسبة لأساس لأن الرياض وطهران هناك ملف في اليمن هناك علاقات مشتركة بين البلدين لم يتم البحث في الملف اللبناني بين العاصمة الإيرانية ومن العاصمة السعودية ملف أساسي لكن هناك مبلغات زميل الكريم نقرأها في بعض الصحف اللبنانية وفي المواقع لا أساس لها يعني على سبيل المثال اليوم قرأنا بأكثر من مكان أن الرئيس بنبيه برري تلقى اتصالها من الرئيس الفرنسي ماكرون ومن دوريل المتابع للملف الرئاسي حتى الآن لا إثبات لهذا الموضوع أنا محترامي لوسائل الإعلام التي تكتب وأنا لا أرد على أي وسائل إعلامية لكن بالنسبة لرئيس بنبيه برري يواصل وضعه إيجابي يقول أن السلمين فرنجي مرشحه يتقدم يحصل على نقاط أخرى لكن كل هذه المحصلة هل تستطيع القول أن نقول أن السلمين فرنجي أصبح المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية أنا بتقديري الوقت لا يزال بعيد حتى الآن لأن هناك حالة الاستعصاء داخل البيئة المسيحية وإذا صح التعبير في حالة عناد مسيحي عند القوات اللبنانية والتائر الوطن الحر وحزب الكتائب والتائر إلى مروحة واسعة هنا يمكن أن نسأل عن مواقف هذه الأطراف المسيحية الأساسية في لبنان نتحدث عن حزب القوات اللبنانية حزب الكتائب والتائر الوطني الحر إذا فعلا كان هناك رضا خارجي على ترشيح السيد سليمان الفرنجي وموافق على إيصاله إلى سدة الرئاسة هل سترضى بهذا الواقع هذه القوى المسيحية؟ أنا بتقديري هذه القوى المسيحية المعارضة لفرنجي ستبقى على حالها وستبقى على منوال معارضتها للرجل لكن في حال تم هناك عملية صح التعبير بين هلين عملية فرد على إتمام جلسة انتخابية والطلب من هذه القوى المشارك على الأقل لتأمين النصاب وتوفر ستة وثمينة نائبا نصبح أمام معطى آخر لكن هذا المعطى غير متوفر حتى الآن يعني هذه القوى المسيحية المعارضة لسلمان الفرنجي تطلقى رغم انقساماتها على رفض الرجل وعدم تأيدي صحيح أن الرجل عنده عناصر قوة لكن هذه عناصر ضعف في البيئة المسيحية لا تمكنه من الوصول إلى سدة الرئاسة بكل هذه السهولة لكن في حال إذا جاء أمر عمليات خارجي وأقولها بكل صراحة مع احترامي للذين يقولون الحفاظ على السيادة اللبنانية نحن ولا مرة في لبنان انتخبنا رئيسا بإرادة لبنانية 100% منذ عام 1943 إلى اليوم فكيف في ظل هذه الحالة وفي ظل هذا الانقسام دائما بحاجة إلى تسويات خارجية نحن دائما في حاجة بتعبير دبلوماسي إلى صديق من الخارج للأسف هذا الصدقاء أصدقاء لبنان حتى الآن لا يعيرون الاهتمام المطلوب للدولة اللبنانية ولمشكلاتنا رغم كل الجهود التي تبدلها فرنسا في هذا الخصوص لماذا فقط لأنه ليس الملف اللبناني ليس أولوية أولا نحن كاللبنانيين نتحمل مسؤولياتنا وخلافاتنا يعني الضرر الأكبر يقع على اللبنان لبل أن موفدا زار لبنان في الشهرين الأخيرين قال بصريح العبارة من الأفضل للبنان أن يبقى من دون رئيس إذا استمررتم على هذا المنوال من الخلافات والمناكفات يعني مش المهم فقط أن نأتي بالرئيس ونأتي بحكومة جديدة إنما الأتيان برؤية سياسية جديدة يعني ما يؤخر تحريك الملف اللبناني خارجيا هو عدم توافق لبناني داخلي وعدم وجود نية حقيقية وجدية أولا العنصر الداخلي غير متوفر حتى الآن رغم كل الجهود الفرنسية ورغم كل جهود الإقليم في هذا الخصوص يبقى هناك ماذا تفعل واشنطن في هذا الخصوص واشنطن لم تقل كلمتها النائية في هذا الأمر هي تترك الفرنسي يعمل وخاصة أنها تلقت باستياء الاتفاق الإيراني السعودي لأكثر من اعتبار لكن الأمريكيين ستبقى لهم كلمتهم في هذا الأمر هم لا يقولون نحن ضد الفرنسية ولا نضع فيتو على الرجل لكننا لم نحصل على تأييد إيجابي وعلى تأييد مباشر من واشنطن على غرار ما تفعله باريس لكن باختصار سليمان فرنسية هو المرشح القادر حتى الآن بحسب قوله وبحسب قول الفريق الذي يؤيده أنه الأوفر حظا لكن هل الطريق انتهت وهو أصبح المرشح الوحيد حتى الآن لا نستطيع أن نقول هذا الأمر أنا بتقديري فترة الشغور الرئاسي ستطول أكثر والامتحان الأصعب على اللبنانيين وعلى الحكومة وعلى كل الأفريقاء هي عند انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياد سالمي في أوائل تموز يعني عندها سنصبح أمام مشكلة كبيرة هذا الدماغ المالي في حال لم يكن هناك بديل ستتعطل الدولة اللبنانية وستتعطل كل المؤسسات أكثر مما هي معطل وكل التعويل على معطيات في الخارج منها القمة العربية في الرياض في 19 أيار المقبل أنا بتقديري هذه الدول العربية وإيران وكل العالم مشغول بمشكلاته وبعلاقاته أكثر من الملف اللبناني الداخلي كنت تقول أنه اسم سليمان فرنجي مقبول بالنسبة لي الطرف الفرنسي مقبول جدا وبريستا ماذا عن الأطراف العربية الأطراف العربية صراحة لم تقل كلمتها النهائية معي صعيد الأب الأب بشكل خاص السعودية السعودية لا تقول أنا أضع فيتو على الرجل لكن السعودية حتى الآن لم تقول أنا أؤيد الرجل بكل صراحة لكن عند أي إشارة سعودية في المستقبل أنا بتقدير أي إشارة سعودية إيجابية حيالة سليمان فرنجي وبالتعاون مع الفرنسيين في هذا الخصوص بالطبع بالتأكيد الجلسة ستعقد وعلى الأقل القوى المعارضة القوى المعارضة من القوات اللبنانية إلى التيار الوطن الحر إلى الكتائب ستشارك في تأمين النصاب بالأمس عام عاق تم عقد جلسة تشريعية تحتاج إلى نصف زائد واحد إلى 65 نائب بصعوبة تم تأمين هذا العدد فكيف الحال إذا كان بتأمين سلاح النصاب يعني سلاح النصاب ستة من النصاب هو عنصر قوي في أيدي هذه القوى لكن في الخلاصة أقول صراحة أن الكتل النيابية لا تتحمل مسؤوليتها أمام هذا الاستحقاق وأصبحنا نسمع أكثر من صوت لبناني على الأقل عند الطبقة الرمادية أو الطبقة المستقلة إلى حد ما تقول ما هو دور هذا المجلس إذا لم ينتخب رئيسا فليقدم على حل نفسه والإتيام بانتخابات نيابية جديدة توصل الانتخاب الرئيس يعني حتى هذا الأمر يبقى في الصالونات الداخلية لكن باختصار على مجلس النواب أن يقوم بالمسؤوليات والوجبات الوطنية والدستورية المطلوبة منه والاستفادة قدر الإمكان من هذه الرياح الخارجية لكن هذه الرياح لم تنتج حتى الآن عواصف إيجابية مئة في المئة تقول أننا أصبحنا على مسافة قريبة من انتخاب رئيس الجمهورية المقبل كان هناك معلومات جرى تدولها طبعا في الصحف اللبنانية أو في بعض الصحف اللبنانية عن أنه ربما تكون هناك علاقات ربما في المرحلة المقبلة أو لقاءات ما بين السعودية وحزب الله وهذا ربما هو مدخل أساسي لكي نقول أن الأجواء باتت إيجابية وعلى الطريق الصحيح فيما يتعلق بملف الرئاسة هل فعلا هناك نية لعقدها كذا ما حصل أمر أكثر من مهم بين الرياض وبين طهران في هذا الخصوص لكن من المبكر حتى الآن القول أن هذه الاتصالات ستصبح قريبة بين قيادة حزب الله وبين المملكة العربية السعودية ولكن في حال حصول هذا الأمر بالتأكيد ستكون له جملة من الارتدادات الإيجابية أنا لا أقول أن هذا الاتفاق لم ينعكس إيجابا على المناخ الإعلامي وعلى المناخ السياسي في البلد حتى عند المواطن اللبناني العادي المنقسم بين هذا الفريق أو ذاك لكن الحديث من الآن عن اتصالات بين السعودية وقيرة حزب الله حتى الآن لا توجد أي مؤشرات إلى موعد اقترابها في هذا الخصوص لكن في حال تمت وفي حال حصلت بالتأكيد هذا الأمر سيصبح في مصلحة الإسراع في عملية انتخاب رئيس الجمهور لكن باختصار الشهور الرئاسي سيصبح الشهور الرئاسي أنا بتقديري على هذا المنوال مفتوح وطويل وبالتأكيد هذا الأمر سيرتد سلبا أكثر على الموضوع السياسي وعلى الموضوع المالي وعلى أكثر من ملف لأننا للأسف نحن أصبحنا دولة عاجزة لا نستطيع القيام بالحد الأدنى فكيف الحال إذا استعمال اليوم الكرة في ملعب اللبنانيين أولا الكرة في ملعب اللبنانيين والكرة في ملعب المسؤولين الحقيقيين إذا كنا فعلا أمام مسؤولين وأمام رؤساء وأمام كتل نيابية حقيقية تعبر عن وجع المواطن اللبناني الحقيقي باختصار هذا المواطن موجوع لا دراسة لا طب جامعاتنا مؤسساتنا الرسمية شبه مسلولة لم نستطع إجراء انتخابات بلدية أبسط امتحان كان نحص رغم أن أنا أؤيد ما حصل بعملية التمديد لكن أستطيع بها المزيد من الشلل ومن التدهور شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا شكرا الكاتب الصحفي سيد رضوان عقيل شكرا في مشهد اليوم نطل على كراتشي الباكستانية تعج أسواقها في الأيام الأخيرة من شهر رمضان مبارك بصحب المتسوقين استعدادا لعيد الفطر المبارك هنا صلونات العناية بالوجه هو رسم المهندي وهو شكل من أشكال الزخرف المؤقتة على الجلد والتي تعد تقليدا نسائيا يسبق الاحتفالات ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية في باكستان أرخى بإذلاله على مشتريات الزبائن فمعظمهم اقتصد وبدأ بالتخفيف من المشتريات وبعضهم بذل جهدا للبحث عن المحال التي تقول إنها تقدم تنزيلات لأسعار الثياب لكن مع ذلك فإنه من الواضح تمييز أن المتاجر التي تبيع المجوهرات والأحذية تحقق أداء أفضل من غيرها نسبيان فاصل ونتابع بعده المشهدية أهلا بكم الجديد إلى المشهدية دراما الرمضانية السورية كعادتها برزت هذا العام أيضا ونافست بمجموعة من المسلسلات أعمال عديدة لقد إقبالا جمهريا عاليا نتيجة محتواها المتين وأبهارها البصري والإخراجي بينما كان واضحا أن أعمالا درامية أخرى كررت محتوى مسلسلات سابقة قصصيا وإخراجيا فأي جديد قدمته دراما السورية في هذا الموسم وأين أصبحت دراما الشمية تحديدا بعد بروز مسلسلات تاريخية أكثر واقعية واحترافية نشاهد بداية هذا التقرير أنا بصور السينة كانت الدراما السورية يعني متنشطة وشوي يعني رفعت الغطاء عن كتير من الأمور هاللي كانت مقيدتها إلى فترة من الفترات وما منقدر ننسى أنه الظروف الحالية الصعبة والظروف هاللي بمر فيها البلد إلا ما تكون ألقت بظلال علينا بظن أنه نحن خلصنا فترة الركود الأخيرة وبلشنا بالنهضة الدرامية اللي لازم هي تتواكب مع نهضة بالبلد يعني فيه هدوء فيه هدوء أمني فيه حراك سياسي مهم باتجاد مشوق بظن الدراما رح تقدر تواكب هاي المرحلة بشكل كتير كبير وعلى الطرف عن نهر بل شو الناس يعيشون كانت المنافسة الداخلية المنافسة يعني الأعمال بين بعضها منافسة شديدة عاصي الزند والعربجي وزقاق الجن ومربى العز منافسة شديدة بينناتهم والحكم بالنهاية للجنب يا روح ما بعدك روح يا ضنى ما بعدك روح فعلا كان فيه تنويع بالفترات الزمنية هالي اتطرقت للبيئة الشعبية فيه نقلة الألفينات نقلة التسينات نقلة الألفينات هاي النقلة الجديدة بلشت بالدراما السورية على ما أظن انه كل شي رح يكون يعني منيح بالسنوات القادمة ومستفشر خير جدا للدراما السورية نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا من دمشق ناقد الفني سيد ملهم الصالح سيد ملهم أهلا بك معنا في المشهدية إذن أشرف الموسم درامي الرمضاني على نهايته عدد لبأس به من الأعمال السورية عرض في هذا الموسم نتحدث عن مربى العز بطولة عباس النوري وأمال عرفة وخالد القيش العربجي بطولة سلوم حداد وباسم ياخر زقاق الجن أيبان زيدان عبد المنعم عميري وغيرهم تحدث هنا عن مسلسلات البيئة الشامية لدينا أيضا مسلسل الزند بطولة النجم تيم حسن ويعني يكثر الحديث عنه والكل متفاجئ بهذا الانتاج الضخم وأيضا لدينا خريف عمر سلوم حداد أيضا وبطولة باسم ياخر بشكل عام ومقارنة بالأعمال السورية التي قدمت في المواسم الرمضانية السابقة كيف يمكن تقييم هذا الموسم؟ يعني بشكل عام الحقيقة هذه السلة التي جاءت هذه السنة مناصفة يعني ما بين المعاصر وما بين البيئة الشامية الحقيقة كان هناك ضمن العرض الرمضاني خمسة أعمال من الأعمال المعاصرة وكان هناك بالإضافة كما تفضلت خمسة أعمال من البيئة الشامية وعملين يمكن أن يصنفوا على اللايت كوميدي لكن كما قلت يعني يمكن أن نقول بأنها يعني قيامة الدراما السورية ربما أن نقول هذا الموسم الحقيقة ويعني هو ما كان تحاول أن يعني تقوم بهذه الخطوة الدراما السورية إلا أن هناك العديد من العثرات منها جائحة كورونا مثلا ومنها الحقيقة بعض المواسم حتى هذا الموسم لم يخلو من ضربات كادت أن تقسم ظهر السلة الدرامية السورية إلا أن نوعية المنتج هذا العام الحقيقة حمتها شكلت حماية بالنسبة للسلة الرمضانية لكنها سلة رمضانية تهدف إلى النوعي لدينا الكثير من المؤشرات لنتحدث بها عن سمات هذه السلة هذا الموسم بما تميزت به وأيضا الحقيقة المنابر العربية الواسعة المشاهدة الحقيقة أيضا التي يعني عرضت أو تبنت عرض هذه الأعمال أيضا ساهم في وصولها إلى المطلق العربي طيب ما الجديد الذي قدمته هذه الأعمال السورية هذا الموسم نتحدث عن الحبكة عن الإخراج عن التمثيل ما الجديد يعني الحقيقة هناك الجديد أن نحصر الجديد في الحبكة أو أن نحصره في الإخراج يمكن هناك ظلم الجديد هو متنوع ومركب وعلى كافة المستويات أقصد بعض العناصر سيد ملهم طبعا هناك عناصر أكثر لكن فقط مجرد أمس تمام ساذ أحمد تماما لنتحدث عن الإخراج مثلا الإخراج يميز هذه السنة عودة المخرجين الجيل الخامس والحقيقة هذه الفئة التي يعول عليها وهي التي تمسك بزمام الحقيقة الدراما السورية وبناصيتها وتقود وصلتها إلى ما هو نوعي وما هو جيد أذكر منهم سامر برقاوي أذكر منهم رشا شربجي سيف الدين السبيعي أيضا نذكر منهم المسنة صبح وأيضا الغائب الحاضر الذي لم يشارك في السلة السورية هذه السنة لكن كان له مشاركة في أعمال هامة جدا على المستوى العربي الشافعي في مصر وأيضا السفر برلك كمان عمل هام جدا كمان من الليس حجه هذه الكوكبة من المخرجين نصنفها على أنها هي من الجيل الخامس في الدراما السورية وبالتالي نزعم بأن هذه الفئة من المخرجين قادرة على الإمساك بزمام أمور الدراما السورية لكن إخراجيا أي عمل إخراجيا سيد ملهم أي عمل كان الأقوى وقدم شيئا مختلفا ومتميزا عن باقي الأعمال تمام تمام الآن الحقيقة في عدد من الأعمال لكن خليني أنا أقول مشانا نكون بس حصيف ساعدني أخي وصديقي الأستاذ أحمد أن نقول كيف رصدنا الشارع يعني من العرض الأول نكاد أحيانا نتلمس لكن العمل الذي فيه جدة على كافة المستويات كافة المستويات وبكافة التفاصيل لا شك هو الزند وهذا العمل يعني إذا أردنا أن نصفه بكلمة واحدة يمكن أن نطلق عليه بأنه عالمي ننتقل أيضا لا يمكن أن نغفل عن أو ندير ظهرنا إلى ما يحققه محمد عبد العزيز في النار بالنار ولا يمكن أن نقول للمسنة الصباح إلا أن نرفع له القبعة على خريف عمر أيضا رشا شربتجي التي تناور الحقيقة في أعمال البيئة الشامية في عملين هذا الموسم أيضا كانت لافتة والتحدي الذي واجهته رشا شربتجي كان كبير أخي أحمد يعني مثلا من ضمن التحديات أنه في نفس الموسم سيعرض لها عملين من نفس التصنيف عملين بيئة الشامية حارة الإب جزء الثالث ومربع العز التحدي الآخر أنه بنفس الموسم هي أخذت الكتلة الرئيسية من الكتلة في حارة الإب جزء الثالث إلى مربع العز يعني كان معها بنفس المسلسل عدد من الأبطال مثل عباس النوري مثل أمال عرفي مثل خالد القيش مثل فادي صبيح حتى الموسيقى التصويرية فقط لكي نستفيد منها الوقت للأسف سيد ملهم لو سمحت بالحديث عن مسلسلات البيئة الشامية هل هذا النوع من المسلسلات يعني يلفت الجمهور كما في السابق أخي أحمد الحقيقة هذا الموضوع هو موضوع جدلي لأصفه لك يعني بدقة بالنسبة للمتلقي الداخلي السوري يعني الحقيقة يجد نفسه اليوم غير معني كثيرا بهذه الأعمال لأنه أشبع منها وهو يعيشها يعني هاي الأعمال هو يعيشها وبالتالي يعني كأنك من تحدث الشخص عن بيته وعن منزله فهو يعرف كل هاي التفاصيل وما إلى ذلك لكن الجدل الآن عندما المتلقي المحلي يعني يرسل برسائله أو بتعليقاته إلى صناع الدراما السورية يرد الصناع بأنه هذا العمل أو هذا النوع هو مطلوب عربيا بدليل تخيل أستاذ أحمد هذه السنة السلة الدرامية السورية في أعمال بيت الشامي هي الأقل بأجزاء يعني كان عندك من خمسة أعمال بس عملين فيهم أجزاء اللي هو حارة الإب ثلاثة وأيضا باب الحارة 13 لكن فتحت الدراما السورية هذا العام ثلاثة ملفات جديدة بأشامية اللي هي زقاق الجن ومربع العز والعربجي إذن هناك تصميم واضح وتركيز وتأكيد ويعني قرار واضح من صناع الدراما السورية على هذا النوع بدليل أنه يروج له ويسوق له بسهولة وأيضا يحصر يعني يحصر له مكانا في قنوات العرض المشاهدة عربيا يعني كل ما قدم يمكن القول يعني في النهاية أنه الدراما السورية مازالت بخير وهي في تقدم وتميز مستمر والدليل ما عرض في هذا الموسم الرمضاني وبالتالي الدراما السورية تنافس وفي بعض الجوانب تتفوق على باقي الانتجات العربية إن كانت المصرية أو العربية المشتركة وغيرها نعم ربما ينظر البعض إلى هذا الموضوع بوجهة نظر المفادلة لكننا ننظر له بوجهة نظر التكامل أي أن الدراما السورية لا يمكن أن تلغي دور المصرية والعكس بالعكس ولكن إذا سمحت لي بعجالي أنا أقول لك أن الدراما سورية خرج منها خمسة أعمال هامة وضخمة الإنتاج ثقيلة الإنتاج مثل مثلا مال الأباند ودوار شمالي وكانون وكسر عظم اثنين هذه الأعمال كانت كانت معدلها أن تكون في عرض الرمضاني هذه السنة فخمسة أعمال تشكل تقريبا ثلثي يعني ثلث السلة ومع ذلك بقيت هذه السلة متماسكة إذن هي الدراما تبشر بالعودة أيضا هذا الموسم بشر بعودة نجوم كانوا قد غابوا أو كانت مشاركاتهم ضئيلة نذكر منهم مثلا أمل عرفي نذكر منهم محمود نصر للأسف نحتاج إلى حلقة كاملة مع حضرتك لكي نقيم كل هذه الأعمال للأسف انتهى وقتنا شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في المشهدية السيد ملهم الصالح الناقض الفني كنت معنا من دمشق شكرا شكرا أهلا و سلام الفجل بلونيه الأحمر المتدرج والأبيض عنصر أساسي في نظامنا الغذائي وموائدنا كثيرون يستلذون بقوامه المقرمش الرطب وطعمه الحار لطيف للفجل فوائد صحية كثيرة من جذوره إلى أوراقه فوائد تتجاوز لذة طعمه و الأسيما مع المطبخ الشرقي متابع هذا التقرير اتهم الفجل زوراً أنه هو مسبب للغازات ولكنه مظلوم وهو طارد للغازات الفجل بيساعد على الهضم وخصوصاً أنه يؤكل من الجذور إلى طرف الأوراق يعني كل شيء بالفجل اللي بيتاكل الجذر هيدا بنحط بالشاي بيساعد على الوقاية من الأمراض التنفسية الحبة حبة الفجل نفسها مع الأكل بتساعد على الهضم وبتنشط عمل القولون الورقة غنية كتير بجميع المعادن تقريباً الزينك، الفيتامين A، الفيتامين C، المجنيزيوم، البيل، الحديد ولكن الأشخاص اللي بيصيروا يقولوا أنه عم بيعانوا من النفخة لما بيأكلوا الفجل بيكونوا عم يستعملوا مع المأكلات الغلط لما بيأخذوا الفجل مثلاً مع الحبوب والفاصولية أكيد ما هي الفاصولية اللي عام للنفخة مش الفجل اللي عام للنفخة الفجل هو طارد للغازات هلأ لنحكي عن فوائد الفجل العلاجية مضاد للسرطانات، مضاد للأكسا دي غني كتير بالفيتامينات، مساعد على الهضم بيعدل مستويات السكر بالدم وخصوصاً مرضى السكر نحن كتير عم نحكي عنهم لازم كتير يأخذوا فجل مع أكلهم مرضى الضغط، مرضى الكلة بنظف الكبد نحن بيصير في عنا كمان بالكبد حصى وخصوصاً الكبد الدهني يعني الأشخاص اللي عندهم شيء اسمه فاتي ليفر أو الكبد الدهني اللاكوحولي ما فيهن يأخذوا دايماً إدوية للكبد فبيأخذوا الفجل دايماً فيه مغلي أوراق الفجل بتساعد على التنفس على التنظيف مغلي أوراق الفجل بتشد البشرة وبتنظف نحن هلأ برشنا الفجل عم نعمل منه علاج للسعلي والجهاز التنفسي وجبنا العسل اللي عندنا فينا ننقعهم ليلة كاملة وفينا ننقعهم أقل شي ست ساعات الأشخاص اللي بيصير عندهم أزمة بالجهاز التنفسي سعلي قوية ضيق بالشعب الهوائي ما بيقدروا يتنفسوا بيفيقوا باللال فجأة مش قادرين يتنفسوا ما بيكونوا مرضى بس أحياناً كوابيس وحالات نفسية كتير منيح أنهم يأخذوا هيدا الشرق هلأ صار في عنا هون عصير الفجل مع العسل اللي صار دواس عليه وكمان للهضم على فكرة هذا مش بس يعني لأنه الفجل بيشتغل على كل الجسم هذا فينا نأخذه حتى بصحة السلامة بالشتاء لحتى ما ننصاب بالعدوى البكتيرية والفيروسية دائماً دائماً إذا في حدا عندنا مريض بالبيت بنعطيه ونحنا بناخد كمان معه هيك ما نحنا ما بننصاب وهو بيستعجل بالشفا بيسرع وعلى فكرة بتروح طعمة الفجل مع العسل مع هذا التقرير وكل هذه المعلومات القيمة عن الفجل وأهميته نكون قد وصلنا إلى ختام المشهدية شكراً جزيلاً للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكراً جزيلاً للمتابعة